تنطلق اليوم عند السابع مساء بتوقيت الرياض احتفالية نور الرياض التي تعلن رسميا بدء مشروع الرياض آرد وهو أحد المشاريع الكبرى في العاصمة الرياض التي تهدف لتحويلها إلى متحف مفتوح الاحتفالية ستقام على مدى 17 يوما بمشاركة 60 فنانا يعرضون أعمالهم في الأماكن العامة والحدائق والأسواق والطرقات والأبراج منذ أسابيع بدأت الرياض تستعد لمهرجان تحتفي فيه بالفن والضوء النور الذي سيكسل عاصمة مساء على مدى 17 يوما سيحول الرياض لمتحف مفتوح مساء يوم الإطلاق احتفى الفنانون الذين قدموا من 20 دولة بقرب إطلاق نور الرياض أعمال من أشهر الأعمال الموجودة في العالم لأهم الفنانين الضوين مثل جيمس تورير مثل دارين بورين مثل روبوت أرون كلها أعمال مهمة كلها أعمال رهيبة احنا تعودنا أن نشوفها دائماً أونلاين لكن هي الآن نحنا قاعدين نشوفها قدامنا قاعدين نتفعل معها قاعدين نفهمها أكثر هذا شيء مهم لنا كفنانين ومهم بالإضافة للمجتمع من نور هنا يتعلق بالفن وليس فقط بالديكور ليس بالجماليات إنما كل عمل فيه فلسفة لذلك المتلقي أن يشوف واش مكتوب عن العمل قد يشوفه جميل قد ما يشوفه واش يسمى فالفكرة بعد والمضمون لذلك يسمى فن وليس ديكور تحت سماء واحدة اسم أختير لشعار الفعالية التي ستكون محط أنظار العالم ستكتسي الأبراج والأماكن العامة في الرياض بالفنون وكل عمل فني يرمز لفكرة في دين الفنان يريد إيصالها عبر ضوئه مهريان نور الرياض خطوة مهمة في عالم الفنون بالنسبة للسعودية حفاوة الاستقبال تجعلني أشعر بالراحة لدينا فرق كبيرة هنا تساندنا وفي الحقيقة أنا سعيد وفخور جدا بأن أكون جزءا من مهرجان نور الرياض لأول مرة يسعى نور الرياض لأن يتبوأ مركزا متقدما في المهرجانات العالمية التي تهتم بفن الضوء وإشاعة مظاهر الجمال بالمدينة عبد المحسن الحربية العربية الرياض من الرياض ينضم إلينا مراسل العربية عبد المحسن الحربي عبد المحسن آخر ساعة نهار قبل أن تطلق الرياض أشعاتها من جديد في المساء كيف تبدو آخر الاستعدادات له؟ نعم خالد بالفعل ساعتين وأقل وتبدأ هذه الفعالية عند الساعة السابعة مساء لتحتفل الرياض بنورها وتحتفل أيضا بإطلاق أو ببدء مشاريع الرياض آرت أحد المشاريع الأربع الكبرى 17 موقعا أكثر من 60 عملا فنيا مختلفا ومتوزعا على مناطق الرياض سنتحدث مع المهندس حسام القراشي قبل الإطلاق وهو المستشار في الهيئة الملكية لمدينة الرياض أقل من ساعتين على إطلاق مهندس لماذا نور الرياض؟ لماذا هذه الاحتفالية؟ لماذا تعملون كل هذه الأعمال لجلب الفنانين العالميين؟ وكذلك أعمال وضع هذه الأعمال الفنية في مختلف مناطق الرياض مساكم الله بالخير ونشكركم على الاستضافة طبعا نور الرياض هو باكورة برامج الرياض آرت والرياض آرت هو من الأربع المشاريع الكبرى التي دشنها خادم الحرمين الشريفين بمبادرة من سمو سيدي ولي العهد طبعا الرياض آرت يهدف أن يجعل من مدينة الرياض معرض فني بلا جدران وبلا حدود وأحد البرامج المهمة التي سنطلقها لهن وهي واحد من 12 برنامج هي برنامج نور الرياض أو احتفال نور الرياض لماذا اخترنا النور؟ النور طبعا هذا احتفال بالضوء احتفال من نعم الله عز وجل الضوء الذي في كل مكان نراه في يقظتنا في ليلنا يدل لنا أن نسترشد بول ودلالات تاريخية وثقافية مهمة فهذا احتفال بالضوء تحت شعار تجمعنا سماء واحدة والشعار هذا طبعا في وقت التباعد الاجتماعي وفي زمن كورونا يعني يبث نوع من الأمل وأيضا كذلك يجمع ويحتضن أكثر من 30 فنان من أكثر من 20 دولة أنا أريد أن أتحدث عن هذه النقطة أن تشاهد استقطاب عدد كبير من الفنانين العالميين وهناك أحاديث عن أن هذه الاحتفالية ستكون سنوية ستجذب أنظار العالم ماذا تريدون وماذا تخططون لأن تكون هذه الفعالية في المستقبل؟ أولا طبعا بس أعدل الرقم هي أكثر من 60 فنان المهم والجدير بالذكر بأنه 40% من هذول الفنانين سعوديين فإذا سألتنا إيش الهدف الأساسي والأسمى من هذا الحدث هو اكتشاف المواهب السعودية التي تتواجد بكثرة لكن تحتاج إلى توجيه وتحتاج إلى تدريب ومن خلال اتصالهم مع فنانين عالميين يبدوا يكونوا أيضا حاسة عالمية في الفن فبالتالي في يوم من الأيام نتمنى أن نصدر الفن السعودي بدل من فقط الاستهلاك فهذه هي الفكرة أننا نجعل من الرياض عاصمة ثقافية عاصمة فنية يستهدفها أكبر فنانين وأفضل الفنانين في العالم عشان نبني اقتصاد إبداعي ننتج من خلاله أعمال فنية للعالم وفنانين على أعلى مستوى وأيضا نجذب الاستثمارات في هذا القطاع والمجال الذي ما زال أمامه الكثير يتطور وينمو أريد العودة للوراء قليلا مع المشاكل اللي واجهت العالم أخيرا بخصوص الإغلاق بخصوص أيضا توقف رحالات الطيران عملته خلال فترة الماضية وخلال أشهر ربما وخلال عز هذه الأزمة لهذا العمل تحديدا كيف استطعتم أن تتغلبوا على كل هذه المصاحب؟ كسائر مشاريع المملكة ومشاريع الرؤية الحمد لله لم تتأخر الكثير من المشاريع بأي شكل من الأشكال وبالعكس اشتغلنا أكثر باستخدام الواقع الافتراض يعني الاجتماعات الافتراضية كان في آلاف المراسلات والتنسيقات والعروض الافتراضية أيضا اللي من خلالها استطعنا أن نصمم المكان وطبعا كان في مراعاة كبيرة جدا أثناء الاستعداد لظروف التباعد الاجتماعي ومراعاة أيضا كافة الاحتياجات اللي نحمي إن شاء الله طبعا كل الذين عملوا في هذا الاحتفال وأيضا نراعي أثناء الاحتفال الظروف الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة والجهات المعنية ونحظ الجميع أن يأتوا بارتداء الماسكات إن شاء الله الدخور سيكون على دفعات سيكون ينظم علشان نراعي الظروف الاحترازية وحيكون فيه طبعا لا بد الناس يأتوا معهم تطبيق توكلنا وأيضا قياس درجة الحرارة عند مداخل البوضات شكرا لكم العافية إذن خالد أقل من ساعتين وكما تحدث المهندس هناك عدد من التطبيقات الاحترازية التي يتم عملها بالإضافة إلى اطلاق هذه الفعالية خلال ساعتين أريد التنويه فقط إلى أن عدد كبير من الفنانين اجتمعوا مع الهيئة ومع العاملين على نور الرياض افتراضيا لرسم أعمالهم التقيت يوم الأمس بفنان بلجيكي يحدثني عن طريقة التواصل بينه وبين الهيئة اللي حين أنجز هذا العمل الذي سيراه سكان الرياض جميعا اليوم على أحد الأبراج وهو نجمة ستضيء سماء الرياض مساء اليوم عند السابع إن شاء الله في السابعة وفي نشرات إن شاء الله لاحقا شكرا لك أبدو نحسن الحربي مراسل العربية من الرياض